التغيرات المناخية أصبحت واقع ملموس وتدعيتها انعكست على كل مناحي الحياة وده اللي هاتكلم عنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن جلسة من أهم جلسات منتدى الشباب اللي كانت محل اهتمام عالمي واللي كشفت عن جهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية واللي هنعرف أكتر عنها مع ضفنا في الستوديو الدكتور محمد بيومي ومساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبيئة دكتور محمد أهلا بك وصباح الخير أهلا وسهلا يا فنم أهلا بحضرك يا فنم صباح الخير إزاي تبعت جلسة التغيرات المناخية وفكرة أنه يتم طرحها في محفل شبابي مهم زي منتدى شباب العالم الحقيقة أعتقد أن جلسة التغيرات المناخية في مؤتمر الشباب كانت واحدة بنأنجح الجلسات الحقيقة في المؤتمر موضوع الاهتمام الشباب بموضوع التغيرات المناخية الشباب الحقيقة ويرس تركة تقيلة من الأجال اللي قابلوا فيما يتعلق بموضوع التغيرات المناخية كان فيه تصرفات الحقيقة أو تعامل مع المورد الطبعية من الأجال السابقة مش بطريقة سليمة بيحصد ثمارها النهاردة الشباب وزي ما احنا عارفين أن الموضوع ما كانش هيكون فيه مواجهة معاه حيتفقن في الفترة اللي جاية وبالتالي الشباب هو اللي عليه الدور الأكبر في مواجهة هذه المشكلة التغيرات المناخية الحلول بتاعتها الحقيقة حلول غير تقليدية نلجأ لحلول مفتقرة والشباب هم الأخدر على التعامل مع هذه القضايا اللي فيها ابتكار وفيها تطوير الحقيقة لتكنولوجيات ما كانتش موجودة قبل كده الكلام ده الحقيقة مش كلام نظري لأن احنا شايفين تطور كبير جدا بيحصل فيه التقاطر متجددة أسعار بتنخفض للتقاطر متجددة بأسعار بتوصل لتسعين في المية في خلال فترات وجيزة لزي الطاقة الشمسية اللي بيقوم بالأبحاث والتطوير ده هم شباب الحقيقة في العالم بكله شايفين أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية بيقودها شاب على مستوى العالم الحقيقة وبيطور تكنولوجي كبيرة بين العالم نقلة كبيرة جدا فأعتقد أن المجال مفتوح للشباب لمشاركة ومساهمة علشان انقاص قوكب الأرض في الفترة اللي جايها دكتور محمد هنا في سؤال هم نود طرحه هو هل التغيرات المناخية احنا عايزين يعني ناخد برضو من حضرتك تعريف سريع لها وفي نفس الوقت هل التغيرات المناخية احنا اللي مشؤولين عنها كلها ولا في بعض العوامل الطبعية اللي مسؤولة أيضا عن التغيرات المناخية بخصصة شديدة التغيرات المناخية بتحصل في كوكب الأرض بصورة مستمرة وشهد كوكب الأرض تغيرات مناخية كثيرة على مدار ملايين السنين لكن اللجنة الدولية الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية وهي أعلى لجنة موجودة على مستوى العالم تبع السكرتارية للأمم المتحدة الحقيقة بتتكون من خبراء على مستوى العالم الحقيقة الأكبر في العالم في هذا المجال التأليل الأخير اللي صدر السنة اللي فاتت بيؤكد ان الانشطة البشرية هي اللي قدت لهذا التغيرات المناخية اللي بتحصل دلوقتي وان المعادلات بتاعة التغيرات المناخية هي معادلات متسرعة غير مسبوقة لم تحدث في تاريخ كوكب الأرض قبل كده فاحنا دلوقتي بينا متأكدين ان الانشطة البشرية هي السبب الرئيسي في هذا التغيرات المناخية وده اللي سببها الانسان الحقيقة ويمكن رئيس السيسي ذكر في الجلسة بتاعة التغيرات المناخية الانسان هو اللي ضمر والانسان هو اللي يقدر يصلح الحقيقة وده اللي احنا بنأمل ان الانسان هو برضو بتصرفاته تاني مرة أخرى والانشطة البشرية هي الاحتجار انها تتعامل مع هذه الظاهرة طيب ازاي ده يتم معالجته يعني احنا شوفنا دول بدأت تتجه للاقتصاد الاخضر الطاقة النظيفة ومصر كمان ليه جوت في المجال ده بالاضافة طبعا لإستضافتنا لقمة التغيرات المناخية القادمة كوب 27 في نوبمبر في شرم الشيخ قد ايه ده مهم يا فندم وشايف الخطوات اللي بتتم هي كافية لغاية دلوقتي المواجهة للتغيرات المناخية الحياة بتتم على مستوى العالم على مصارين متوازين المصار الأول ان احنا لازم نتحول من استخدام الوقود الوحفوري ان هو حرق الوقود الوحفوري هو السبب الرئيسي مسبب الرئيسي لزهارة تغيرات المناخية لمبعثات الابتظر عن حرق الوقود الوحفوري وطبعا حضراتكم سامعين دلوقتي عن قضية تحول الطاقة ودول بتتكلم الحياة انها هتوصل للحياة الكربوني سنة 2050-2060 وطبعا دي امور هو الحقيقة الشباب النهاردة احنا نتكلم على حاجات هتحصل كمان 30-40 سنة الشباب هم اللي حيكونوا في موقع المسئولية وهم اللي حيعملوا الكلام ده وهم اللي حيقودوه الكلام ده هل هو نظري ده زي ما بقى ذكرت الحضراتكم اوه مش نظري احنا شايفين بوادر كبيرة جدا لهذه التطورات فده المصار الأولاني ان احنا عملية تحول الطاقة لطاقات نظيفة وطاقات متجددة المصار التاني ان احنا عارفين خلاص الزوار الجوية الحد اللي احنا بنشوفها والعواصف الشديدة في مكن كثيرة من العالم وبنشاهدها كمان في مصر الحقيقة فده موضوع التكيف وده لازم هيكون على الدول انها تقدر انها تتعامل مع الامور اللي هتحصل محنش هادر يمنع الحقيقة الزوار الجوية الحد والكوارث البيئي المرتبطة بالمناخ انها بتحصل في العقود القادمة فلازم يكون في استعداد فده هم مصارين اللي العالم كله بيشتغل عليهم استضافة مصر طبعا لمؤتمر المناخ القادم المؤتمر المناخ ده هو اكبر حدث سياسي علمي بيحصل لكل سنة دلوقتي على مستوى العالم مصر الحقيقة بستتفضها لهذا المؤتمر ده هيكون فرصة كبيرة جدا يعني اثبات مصر وضعها قيادي وريادي على مستوى العالم انها حتقود العالم في مرحلة السنة القادمة للوصول الاتفاق ان شاء الله يطلع من شرم الشيخ يحفز ويدعم المصار اللي ماشي علي العالم دلوقتي وهي طبعا هي هتبقى فرصة كويسة جدا للشباب في مصر ان هم يعرفوا عن موضوعات التغيرات المناخية لان زي ما نتكلم موضوعات التغيرات المناخية هي فيها طبعا مشاكل كبيرة جدا لكن بيجي معاها فرص كبيرة جدا التحولات اللي هتحصل في الطاقة والتكنولوجيات الجديدة والإبداع بتاع الشباب ده فرص الحقيقة بتنتظرها الدول والأفراد لان هيحصل تغيرات كبيرة جدا على مستوى التكنولوجيات المتاحة على مستوى العالم شركات في مجالات متعددة زي انتاج الطاقة والسيارات هتهتزع رشها في الفترة اللي جاية ودي هاي الفرص اللي بينتظرها الأفراد والشركات والدول علشان يبتدي بقى فيه تكنولوجيات جديدة وناس جديدة تدخل في الصورة نعم دكتور محمد احنا عايزين نتكلم عن التعاون بين الدولة المصرية والبرنامج الانمائي واهم المشروعات اللي أصفر عنها هذا التعاون ولكن قبل إجابة السؤال يعني فيه سؤال بسيط يعني عايزين نلقي الدوق عليه وهو يعني احنا لو تحولنا مثلا باستخدام السيارات بالطاقة بالكهرباء يعني يمكن ده بوادره واضحة أني أصبحت نسبة ببعات هذه السيارات في ارتفاع سنويا ولكن في النهاية هذه السيارات تستخدم الكهرباء والكهرباء يعني تنتج في يعني محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري فيعني ما الفارق؟ الحقيقة برنامج الأمم المتحدة الانمائي بيشتغل على أربع مجالات الحقيقة في مواجهة التغيرات المناخية من حيث مطلق عليه التخفيف أو الحد من الانبعاثات تغذية الاحتباس الحراري الحاجة الأولانية هي تحسين كفاة استخدام الطاقة بنتكلم على الطاقات المتجددة بنتكلم على مطلق عليه بالنقل المستدام وأنا حرجع للحاجات دي على طول بس أجاب على سؤال حضرتك آه تفضل أه تفضل زي ما حضرتك ذكرت السيارات الكهربائية الحقيقة دلوقتي بقى فيه توجه كبير جداً في العالم إن احنا نتحول لاستخدام الطاقة الكهربائية من مصادر الوخود الأخرى ليه الكلام ده التفكير فيه دلوقتي؟ لأن تطور التكنولوجي لنا ذكرت أنه حصل في الفترة الأخيرة إحنا بنشوف النهاردة انخفاض في أسعار الطاقة الكهربائية آه من 2000 إلى 2010 الأسعار نزلت بحوالي 90% آه اللي خلت إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية هي المصدر الأرخص لإنتاج الكهرباء على مستهى الأرض كله ما نعرفش أي مصدر تاني للكهرباء أرخص من استخدام الطاقة الشمسية وبالتالي التوجه بتاع العالم دلوقتي في عملية تحول الطاقة إنه حيكون أكتر استخدام الطاقة الشمسية الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بديلا عن الوقود الأحفوري وبالتالي سيارات الكهرباء اللي هتكون بتوشحن بطاقة كهربائية مولدة من طاقة شمسية هي طاقة نظيفة ومصدر نظيف بدلا عن استخدام الوقود الأحفوري البنزين في السيارات وده بينطبق على تطبيقات أخرى كثيرة هنشهد تطورات كبيرة جدا فيها دور الحياة البنامج الأمم المتحدة الإنماء نحن نشامع الحكومة المصرية بأن فترة طويلة على عمليات تحول الطاقة يمكن إحنا بنستفيد من التكنولوجيات وتطور التكنولوجي اللي بيحصل بنحاول أن نحن نطبقه بسرعة في مصر في عملات التحول يمكن عندنا قصة نجاح كبيرة جدا مع الحكومة المصرية بالتحديد وزيارة الكهرباء في تحول السوق المصرية للإضاءة المغفرة للطاقة اللي هي التكنولوجيا بتاعت الليد الحقيقة دي قصة نجاح كبيرة جدا حصلت في مصر وتجاوب معاها كمان المواطنين يا فندم أعرف أنه بالزبط كده ودي نقطة مهمة جدا أننا عايز أكد عليها أن احنا بنتكلم على الإجراءات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية هي مش دولة بس يعني الدولة بنت محطات كبيرة للطاقة الشمسية على سبيل المثال لكننا بنتكلم على تحسين كفاءة استخدام الطاقة دي استثمارات بتيجي من الأفراد الحقيقة ومن الشركات ومن الهيئات زي ما حصل في تكنولوجيا إضاء موفرة للطاقة التكنولوجيا بتاعت الليد عملت وفر كبير جدا 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 في استخدام الكهرباء في مصر يمكن حضرتكم التزامن مع بناء هذه المحطات الضخمة اللي حصلت في مصر الأمرين دولة هم اللي عملوا الاستقرار اللي احنا شايفين النهاردة في منظومة الكهرباء إنه ما بقاش فيه معدلات الزيادة الكبيرة اللي كنا بنشوفها للطلب على الكهرباء اللي استهدعي بناء محطات جديدة كل شوية لا بقى دلوقتي فيه استقرار في النحية بتاعت الاستخدام الطاقة من نحية وكان الحقيقة الإضاءة موفرة كان لها دور كبير جدا في هذا الموضوع ده مشروع من المشاريع اللي احنا نفذناها الحقيقة مع وزارة الكهرباء احنا بنشتغل النهاردة في مشروع تاني الحقيقة مع وزارة الصناعة مع مركز الصناعة بالتحديد على نشر استخدام الخلايا الضوئية على الأسطح المنازل وده يمكن يكون المستعبل القريب في موضوعات تحول الطاقة إن احنا هنشهد المستهلكين حيثدوا أن هم يكونوا منتجين يعني من ناحية بتادي أنه يقلل استخدامه بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وده استثمارات بتتعمل الحقيقة في تكنولوجيات زي الإضاءة وأمور أخرى من ناحية والناحية تاني أنه هبتدي ينتج جزء من السلاك الكهرباء فيقل الضغط على مرافق وزارة الكهرباء هل إحنا عندنا الوعي الكافي يا فندم إن الناس تشارك بدأ لو تم التعريف يعني المميزات لحضرتك بتقولها يعني لو فيما يتعلق استخدام الخلايا الشمسية توفير على المواطن التجربة بتاعت التحول السوق من مصري الإضاءة وفرار الطاقة بتقول إن إحنا ممكن يكون عندنا التكلام ده يعني حصل قصة نجاح أورادي بالفعل الإطلاقة الشمسية صغيرة الأنظمة صغيرة الحجم الحقيقة تدى يحصل انتشار لها في بعض القطاعات على نطاق كبير مش عايزين نقيس على المنازل عندما بتكلم في الموضوع ده الناس بتفكر في البيوت البيوت دي آخر حاجة احنا بنهتم بها الحياة في الموضوع ده تحديدا لأن الموضوع ده بيخص أكتر القطاعات اللي هي بتستخدم الطاقة بكميات كبيرة وبصورة منتظمة وبنمط ثابت كفيف زي المصانع زي الفنادق ابتدأ الكلام ده انتشر فيه انتشار كبير جدا وحنشهد في الفترة اللي جايه انتشار أكبر الحقيقة ويمكن احنا بننكلم دلوقتي مع اوزر ممكن كان في بدايات للدولة اني اغلبية عمدة الانارة الحديثة النهاردة بقت اصبحت تحولت للانارة بالطاقة الشمسية هي ابتدت الحقيقة الاول باستخدام تكنولوجيا لدو في برنامج كبير جدا لانارة الشوارع وتحولها للتكنولوجيا لدو دي وفرت برضو توفيرات كبيرة جدا تحولها للطاقة الشمسية بيجي في المرحلة التانية وحن دائما بنتكلم ان الطاقات الجديدة المتجددة بيسبقها لازم الاول تحسين كفاة استخدامة الطاقة وبعدين استثمت في الطاقات المتجددة في المشاريع الهمة اللي عايزين برضو نتكلم فيها فانتم حماية الشواطئ ده وصلنا فيه لحد فيه فيه مشروع كبير جدا الحقيقة بننفسه دلوقتي ببنامج الامة المتحدة امامها وزارة الرأي مع حية حماية الشواطئ تحديدا على حماية الاراضي المنخفضة من دلتة نهر النيل من ارتفاع من سبسطح البحر طبعا دولة بيمثلوا خط الدفاع الاول عن مصر كلها نتيجة التفاهمة في سبسطح البحر بنستخدم تقنيات الحقيقة تعتمد على الوسائل الطبعية في مخفضة التكاليف ويمكن نفذنا منها يمكن 60-70% من الانشاءات المفروضة نتعامل مع وزارة الرأي في خمس محافظات لحماية الاراضي المنخفضة الموضوع بيدمر حالة اولانية لان موضوعات التكاليف هي ما بتنتهيش عند حتة معينة الحقيقة بس هي موضوعات مشروعات متدرجة بتبتدي بالاقل تكلفة وبتبتدي ان احنا نتعامل معها بتقنيات اكثر تكلفة واكثر تعقيدا مع تطور اللي بيحصل في مسيح سطح البحر فالنهار دا لقى الحقيقة فيه برضو قصة نجاح الحقيقة تانية بتتم الحقيقة والانظمة دي كانت شفناها مع وزارة الرأي في النوات اللي حصلت في الشهور القليلة للمواضيع تاتينها تشتغلوا قدت الدور بتاعها وعملت الحماية الحقيقة من قسمنا عن نوات حنيفة جدا حصلت في السحر الشمالي في الشهرين اللي فاتوا قدرت انها هتوقف المياه فدي حتستمر معانا يمكن عشرين سنة بس لازم يكون فيه تطوير دايما في هذه التقنيات تحسبا لأي تطورات بتحصل في البحر لان البحر مش ثابت ومتغير يعني لكن فيه خطة متكاملة موضوع فندم لحماية كل الشاطئ المصري انا شايف انها ماشية بنظام كويس وحيبقى يكون فيه نظام كمان لرز التغيرات اللي بتحصل في البحر عشان يكون فيه توقعات التوقعات المستقبلية فتكون الاجراءات الحقيقة بتسبق التغيرات اللي بتحصل في منظومة البحر نعم ايضا دكتور محمد يعني لو كلمنا عن الهيدروجين الاخضر فيه كتير مننا مش عارف يعني ايه وعايزين نعرف فايدته ايه يعني امكن ذكرت ان الطاقة الشمسية دلوقتي اصباحة ارخص مصدر للكهرباء على سطح الارض الحقيقة لكن مش هي التكنولوجيا الوحيدة اللي هتكون متاحة في المستقبل كتقات بديلة للوقود الاحفوري الهيدروجين الاخضر هو واحدة من المصادر الطاقة اللي متوقع انها هتكون بديل برضو لتوليد الكهرباء والاستخدامات في بعض الاستخدامات المنزلية هي التكنولوجيا لسه في بدايتها المعصود باللون الاخضر في الهيدروجين الحقيقة هو استخدام الطاقة الشمسية او الطاقات المتجددة في الحصول على الوكسجين الوكسجين يعني باختصار شديد هو بيجي من المياه تكسير المياه الهيدروجين ووكسجين فده بيستهلك طاقة في حد ذاته الكلام ده ما كانش متاح قبل كده او كان بيتم الحقيقة قبل كده بالوقود الاحفوري بالمحطات الحرارية زي ما حضرتك ذكرت فبينتج عنه مبعثات كبيرة جدا دلوقتي مع رخص التكاليف الطاقات الشمسية ممكن ان الماء تتكسر الحياة باستخدام الطاقة الشمسية او الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وبالتالي مصر الحياة ممكن يكون لها مكانة كبيرة جدا وفرصة كبيرة جدا لتصدير هذه الهيدروجين للعالم نتيجة ان احنا يعني دولة الحياة ربنا حباها بكثير من الشمس شمس تستطيع على مدار العالم بالزبط كده فأنا ناكيد طيب التغيرات المناخية هي كارسة بكل المقيس حضرتك شايف ايه الملف اللي للاولوية ان احنا ناخد خطوات فيه مش بكلام على مستوى مصر الحياة كلام سؤال كويس جدا الحياة لان احنا شايفين زي ما ذكرت الحياة تطورات كبيرة جدا على مستوى العالم في الحد من غزات الاعتباس الحراري زي ما ذكرنا بالتكنولوجيات اللي هي أصبحت متاحة ما كانتش متاحة قبل كده موضوعات التكيف مع التغيرات المناخية دي طبعا قضية بتهم اكتر الدول النامية اكتر من الدول المتقدمة لان الدول المتقدمة الحياة يعني كانت حريصة انها تعمل هذا الكلام من بدري المشكلة بتاعت موضوعات التكيف انها بتحتاج لتغيرات في البنية التحتية وده تكاليف كبيرة جدا بتشوف غرق مدن متعددة عندنا في مصر نتيجة الامطار اللي هي غير متوقعة بكميات اكبر مما تتحملها النظم الصرف اللي مش متصممة انها تشيل كميات مية بهذه الطريقة وبالتالي احنا بنشجع الدول النامية انها تلجأ اكثر لمطلق عليه اجراءات الحد من هذه الاصار اجراءات الحد من هذه الاصار قد تكون اجراءات بسيطة لتتطلق تغيير البنية التحتية لفترات زمنية قد تكون كويسة تسمح لنا ان احنا نمانوفر بها يعني على سبيل المسال الحقيقة لما شفنا عصفة التنين اللي حصلت في مارس 2020 ظاهرة كانت جمحة كبيرة جدا شفنا ان الدولة قدت اجازة للمواطنين الحقيقة في الايام اللي حصلت فيها العصفة وده قلل كتير جدا من الخسارة البشرية والاقتصادية اللي كانت ممكن تنجم لو كانت الناس موجودة في الشارع انا بدي بس مثال بسيط لهذه الاجراءات دي لازم انها تنظم الحقيقة على مستوى وطني في دول النمية ولازم يكون في توسع اكتر في مثل هذه الاجراءات ان انا بقى في المناطق ان انا عارف انها بيكون مهددة بالعواصف في اوقات معينة وانحنا نحذر الناس واناستعمل اجراءات معينة في وقت الازمة علشان تقلل من الخسارة البشرية والاقتصادية شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور محمد بيوم مساعد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي للبيئة شكرا لحضرتك وصباح الخير شكرا جزيلا حضرتك شكرا لحضرتك وشكرا لكم مشاهدين على متابعتنا اشتركوا في القناة